أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أهمية التعاون الإلمائي في تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين قارة أفريقيا والصين في مختلف القطعات وذلك لاستغلال الإمكانيات الضخمة المتوافرة لدى الطرفين في مجالات التجارة والصناعة ودفع أجندة التحول الأخضر جاء ذلك خلال مشاركتها في المائدة المستديرة الافتراضية التي نظمتها كلية لندن للاقتصاد حول التجارة والاستثمار في أفريقيا والعلاقات المشتركة مع الصين حيث شددت وزيرة التعاون الدولي على أن أحد عوامل تعزيز العلاقات المشتركة بين أفريقيا والصين هو تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية واستغلالها في تطوير البنية التحتية للقارة مشيرة إلى أهمية مشروع الحزام والطريق الذي تسعى الصين لتنفيذه بما يعز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وكذلك أجندة أفريقيا 2063